دوري ربع سنوي لمجلس الأمن عن الحالة في الشرق الأوسط طلب سفير المملكة في الأمم المتحدة عبدالله يحيى المعلمي الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات المجلس إننا نناشد مجلس الأمن أن يكون رد فعله متوائما مع هذا الأمد الطويل من غياب المحاسبة ومواكبا لجسامة الأحداث وفداحة الانتهاكات المتزايدة وأن ينتقل بشجاعة إلى منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وناشد المعلمي مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تتوافق ومسوى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدا دعم المملكة للجهود الفرنسية بما يتماشى مع المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة قبل 14 عاما يرحب وفد بلادي مجددا بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وفقا لبرجعيات عملية السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام التي قدمتها حكومة بلادي منذ أكثر من 14 سنة ورحبت المملكة بالمهلة الإنسانية في حلب معتبر ذلك خطوة أولية داعية كافة الميليشيات الطائفية التي تحظى بدعم نظام الأسد وإيران لمغادرة سوريا فورا وتحميلها مسؤولية جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب السوري يرحب وفد بلادي بالإعلان عن المهلة الإنسانية الأخيرة والوعود بالتمهيد لإدخال المساعدات الإنسانية إلا أننا نؤكد أن هذه خطوة مبدئية وندعو أن تؤدي إلى فرض حظر جوي فوري على قوات النظام السوري وحلفائه وطالب المعلمي مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الانتهاكات الإيرانية لقرارات المجلس واستمرارها في عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية وانتهاكها لكافة الشرائع الدولية التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما أننا نستغرب سكوت مجلس الأمن عن الاختراق الفاضح الذي تمارسه إيران لقرارات مجلس الأمن واستمرارها في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أما دموع التماسيح التي يذرفها منذوب إيران على الضحايا اليمنيين فهي لن تخدع أحدا وخاصة من أبناء الشعب اليمني وجدد المعلامي التزام المملكة الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 والعودة إلى طاولة المفاوضات واستكمال عمليات الانتقال السياسي وفقا للمبادرة الخليجية لإنهاء معاناة الشعب اليمني في أسرع وقت ممكن بعيدا عن تدخلات إيران وميليشياتها التي أدخلت البلاد في حرب أهلية لقناة الإخبارية شادي أنور شكرا للمشاهدة